وفي مدينة خان ارنب برف القنيترا اصيب عدد من المواطنين بجروح من جراء تفجيرين ارهابيين حيث فجر ارهابيون سيارة مفخخة في مجمع صناعي لاصلاح السيارات في المدينة ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين وتدمير المحلات والورشات العائدة لهم كما فجروا عبوة الناسفة امام كراج الانطلاق اسفرت عن اضرار مادية كبيرة في الابنية السكنية والمحال التجارية في حين فككت عناصر الهندسة عبوة الناسفة اخرى قبل انفجارها